أنا ما عم بقول أنه الفراغ منيح للبنان ما أنه منيح للبنان يا إيس هلأ بتجي بتقلي أنا اليوم بيقول لك ما معك 65 صوت أنا بقول لك اليوم إذا ما في فرد أو ما في خوف من أنه يصير في نايب يخاف من شي معي لأنه أنا إذا عملت بختلف مع هالدوري من شو بدو يخاف؟ ما بدي أقول بس نحنا عم نقول نحنا 65 شبهم أمانين بس ولكن أنا إذا ما بدي أقول معي 65 معي 70 ومعي 80 فين يحكم بلا توفق إقليمي دولي لبناني ما فين يحكم إذا لآخر إجا فرد رئيس أنا بيقول لك نحنا بنظر بنفرض رئيس ما بدي أقول ما بيقدروا 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 يحكموا بلا توفق وبلا تفاهم وبلا وعم بحكي أكتر شيء إقليمي دولي محلي تستوعب العالم يعني إذا نجح الرئيس العالم بتصير معه نحنا عم نحكي أكتر شيء إقليمي دولي لذلك أنا بأتبير أنا بجرع بقول لك هاي دي أنا أنا مبروح على جلسة أتحدى فيها إذا بدك كدول دول ما بدي أنا مين تحديدا يعني؟ خاصة العرب خاصة أنا بدي يروح أجي أتحدى المملكة العربية السعودية ما بدي أقول لك ما قادي يمكن قادر أعمل رئيس يمكن يمكن قادر أعمل رئيس بس ما بقدر أحكم يعني أنا منا هيك الأمور الأمور هي بدك تفاهم مشان هيك الوقت وأقول لك مش مستعجلين تتستوي الطبخة مظبوط ونوصل لمحال إنه كل العالم تكون مطمئنة نعم لا أي شيء إذا بدك بيقول أنا خايف ما تعمل هيك أنا بارك إنت هك جاوبني يا عسويل بجاوبك وأنا أقول لك طالما أسئلتك ما بتتضارب مع مبادئ ما عندي شيء بس تضارب مع مبادئ أقول لك لا ما أقول لك إيه هذا الأساس رح أرجع لموضوع الخمسة وستين والسبعين والآخرية بس خليني أبقى بالموضوع الإقليمي حضرتك عم تقول هلأ إنه ما بقدر حتى لو حصلت على سبعين وثمانين أنا أقول لك أي رئيس أي رئيس أي رئيس إذا واحد معه هلأ تبقى إذا معه ثمانين صوت مقالرة للمملكة ما تدعمه أو ما تساعده أو يمكن ما تساعده أنا برأي المملكة اليوم منا بقى بصدد إنه الأول كانت تساعد هكي برأي أو أي دولة عربية اليوم تغير إذا بدك المزيج العربي تجاه كل الدول يعني صاروا دول بدك تستثمر عند حالة يعني ممكن أنت بمحالة تصير منافس اتصادي لأرون مش إذا بدك مش إنه دولة بدك تساعده إنه اليوم بده يساعد اليوم الأمير محمد بن سلمين عم بيبني بلده عم بعمر بلده عم بشوف كيف بده يساعد بلده عم بشوف كيف بده يطور بلده وكل فرانك عم بيستثمره بألف برده وأنا هون أقول هيدا هالزلمة غير غير إذا بدك النظرة لكننا إحنا أنا من سنة كنت تسألني إليك هيدا النظرة تتغير بده سنين وسنين وسنين والله هيتا عم تتغير هل أنت معجب بما قام به الأمير محمد بن سلمين أكيد معجب إنه بدل ما نماشي هالزلمة يعني جريء أول آن اليوم راح على اليمن قال بدي يوقف هالحرب أنا ما بيحترموا بهذا الكريم راح المنطقة الشيعية بالمملكة العربية السعودية كانوا يشكوا يشكوا صاروا بعليلوا صوروا ببيوتهم إنه معنتها يردوا خلصت الأمور يعني عندهم عم بيقولوا حقوان اتخذت حقوان الدينية حقوان اليومية كله مشي طب نحن شو طالبين أكتر من هيك بيجدع أبقلك أنا أنه أنه اليوم أنا وقت بشوف بلد مثل المملكة عم بيتطور بهذا الطريقة ما فيني ما أحترم يعني 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 لذلك أنا بقول إنه إنه الأمور عم تتغير وهيدا لحيغير المنطقة ككل طب كله يتأثر طب لبنان لازم يواكب إنت مع أن يواكب لبنان هذه المنطقة يعني إذا أنت صرت رئيس جمهورية لا نطلب من العرب ككل إلا العلاقة الجيدة ولا نطلب إلا إنه نكون أصدقاء حقيقين ويجربونا يعني عم بولوا بيجربت أنا بيجعب لك لأنه كمينة كان ضيفاك عم بيقول بيشوفوا إذا بيتعدوا أنا بيقول لك نحن مش طالبين مساعدة نحن طالبين سئة